مفاجأة صادمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى جميع الأوساط المدنية والعسكرية حين أصدر قراراً بسحب القوات الأمريكية من سوريا أعلن ترامب هذا القرار في تغريدة له على تويتر وأكد أن الانسحاب من الأراضي السورية سيكون بطيئاً إذ منح الجيش الأمريكي فترة أربعة أشهر لإنجاز هذه المهمة قرار ترامب المفاجئ بسحب قواته من سوريا خلق ارتياباً جديداً فيما هي القرار وأبعاده فهناك من يشكك في قرار الانسحاب فالأمريكيون لم يسبق أن غادروا طواعية مناطق سيطروا عليها ناهيك عن أنهم بنوا في سوريا سبع عشر تقاعدة وأيضاً سيلقي القرار بظلاله على المشروع الكردي في شرقي الفرات بسوريا والتي ربما تكون ساحة صراع لأحداث جديدة فيما يرى مراقبون حتمية سحب أمريكا قواتها من سوريا بدلالة استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس على خلفية سحب القوات ومن جانب آخر فإن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا والتي تعتبر الأولى لزعيم عربي إلى هذه البلاد منذ اندلاع لازمة هناك تشير إلى إطلاق رسائل في اتجاهات عدة مع أولوية خاصة للولايات المتحدة وروسيا وربما تكون زيارة البشير بداية تموضع جديد وتوطئة لما ستكون عليه علاقات دمشق مع دول عربية أخرى لسيما أن بعض الدول بدأت بفتح سفارات لها في سوريا قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا له دوافع لم تتضح بشكل جلي بعد وأن الأشهر المقبلة حبلة بالمفاجآت التي ربما يكشف بعضها الدوافع الحقيقية لهذا القرار ومن ثم فإنه قابل للتعديل والإلغاء والوقت ما زال مبكرا لتحديد من الرابح والخاسر فيما إذا سحبت القوات الأمريكية من سوريا اشتركوا في القناة